مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى درسنا الجديد بعنوان مستقبل العالم ومكاننا فيه للدكتور أحمد كمال أبو المجد أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يقرأ الطالب الدرس قراءة جهرية يتعرف الأفكار الرئيسة للدرس يتعرف غرض الكاتب من النص يتعرف السياق الحقيقي والمجازي المجازي للكلمة يتعرف فن المقال الإقناعي التعريف بالكاتب الدكتور أحمد كمال أبو المجد مفكر إسلامي مصري تابع عزيز الطالب قراءة ما هو مكتوب عن الكاتب حتى النهاية من معالم مرحلة التطور الفكري والثقافي التي يمر بها العالم أن المفكرين والمحللين السياسيين والاجتماعيين صاروا يتحدثون عن المستقبل أكثر مما يتحدثون عن الحاضر وأن الخيال الثقافي إذا صح هذا التعبير قد صار آذاتا معترفا بها للبحث والاستشراف إلى جانب البيانات والمعلومات والأرقام وأن الاهتمام المتزايد بدراسات المستقبل يرجع إلى السرعة النسبية المتزايدة التي تتم بها التطورات السياسية والاجتماعية تابع عزيزي الطالب قراءة الدرس كما هو أمامك بعد أن توقف الفيديو مقتديا بقراءة المعلم التي سمعتها آنفا والآن ننتقل إلى أسئلة تقويمية وكما تعرفون أعزائي الطلاب شعارنا دائما فكر ثم أجب القراءة الاستكشافية تصفح النص ثم استكشفه من خلال ما يأتي واحد دلالة عنوان النص استشراف المستقبل والاستهداد له نوع النص مقال إقناعي سيرة الكاتب وإنتاجه مفكر إسلامي مصري من مؤلفاته رؤية إسلامية معاصرة اقرأ النص ثم أجب عما يأتي ما أهم معالم مرحلة التطور الفكري والثقافي التي يمر بها العالم التحدث عن المستقبل الاعتراف بالخيال الثقافي السؤال الثاني ما المقصود بتقارب الزمان كما ورد في النص سرعة تعاقب مراحل التطور تابع عزيزي الطالب قراءة الأسئلة حتى النهاية والإجابة مدونة أمامك أحسنت بارك الله فيه الدراسة والتذوق اختر الإجابة الصحيحة وضع خطا تحتها فيما يأتي العلاقة اللغوية بينما تحته خط في قوله تضع العناصر المادية في حياة الإنسان إلى جانب حاجاته المعنوية العلاقة بين المادية والمعنوية أحسنت طباط المعنى الصحيح لكلمة يحول في قول الكاتب مما يحول دون أدائهم لدورهم الحضاري يمنع بارك الله فيه اكتب معنى ما تحته خط في العبارة الآتية من خلال السياق فيه إشارة إلى سرعة تعاقب مراحل التطور تعاقب تعني تتابع تعاقب تعني تتابع نترك مآلنا في المستقبل أي عاقبتنا يحتاجان إلى رعاية وإلى عمل دؤوب أي جاد ونشط ما الدلالة المجازية لما تحته خط في العبارات الآتية انتهاء الحرب الباردة بين الدولتين الكبيرتين تعني الصراع غير المباشر تابع عزيزي الطالب الإجابات بارك الله بك أحسنتم جميعا السؤال الرابع قال الكاتب وعلى إشاعة الود والرحمة والتكافل والسلام وضف كلمة إشاعة في جملتين من إنشائك بمعنيين مختلفين عن المعنى الذي في العبارة السابقة مبينا معناها في كل جملة منها الجملة الأولى لا تصدق الإشاعة أي الخبر الزائف المكذوب الجملة الثانية قرر القاضي إشاعة العقار أي جعله مشتركا بين أكثر من مالك بارك الله بكم جميعا تابع عزيزي الطالب إجابة باء أحسنت كما هي مدونة أمام الفهم والتحليل اختر الإجابة الصحيحة وضع خطا تحتها فيما يأتي الفكرة العامة للنص هي أحسنت بارك الله فيك هو الاختيار الأخير العرب والمسلمون مطالبون بأن يكون لهم دور حضاري في النظام العالمي السؤال الثاني صغ فكرة فكرة رئيسة مناسبة لكل من الفقرتين الثالثة والخامسة فكرة الفقرة الثالثة دور العرب والمسلمين في العالم الجديد اخترح عنوانا آخر للنص يناسب مضمونه وأفكاره دورنا الحضاري المستقبلي بارك الله بك السؤال الثالث ما أسباب الاهتمام المتزايد بدراسات المستقبل كما تفهم من الفقرة الأولى في النص السرعة النسبية المتزايدة التي تتم بها التطورات السياسية والاجتماعية السؤال الرابع أشار الكاتب في النص إلى مجموعة من القيم والمبادئ رأى من الضروري أن يقوم على أساسها النظام العالمي الجديد اذكر ثلاثا من هذه القيم في ضوء فهمك الفقرة الرابعة من النص أحسن تبارك الله فيك تابع عزيزي الطالب الإجابة المدونة أمامك حتى نهاية السؤال الرابع السؤال الخامس قال الكاتب لم يعد جائزا ولا مقبولا أن نواصل مسيرة الانتفاء على الماضي وأن نترك مآلنا في المستقبل بين يدي غيرنا ناقش هذا الرأي موضحا أسبابه مع بيان رأيك فيما ذكره الكاتب من دليل على ما رأاه أحسن تعزيزي الطالب تابع الإجابة كما هي مدونة أمامك بارك الله فيكم جميعا السؤال السادس ذكر الكاتب في الفقرة الأخيرة من النص مقومات إعادة الدور الحضاري للعرب والمسلمين اذكر ثلاثة من هذه المقومات في إيجاز واحد اليقظة العاجلة اثنان التوقف عن اجترار المشاكل القديمة ثلاثة التواصل بمودة مع الدنيا كلها با كيف ترى إمكانية تحقيق هذه المقومات في ظل الفرص المتاحة وواقعنا المعاصر أحسنت بارك الله فيك هي الإجابة المدونة أمامك كما تحدثت أحسنتم جميعا السؤال السابع مستعينا بمعلوماتك وبما فهمته من النص علل ما ذهب إليه الكاتب فيما يأتي نمو موجه من الكراهية للعرب والمسلمين أي التعصب ضد الإسلام والمبالغة في تضخيم السلبيات ونسبة أخطاء الأفراد إليه با إن العرب والمسلمين مطالبون بيقظة عاجلة أي لمتابعة المسترجدات وإظهار الجانب المشرق من القيم والمبادئ الإسلامية جيم محاربة العزلة التي يعيش فيها كثير من المفكرين والدعاة في عالمنا العربي الإسلامي أي التواصل مع الدنيا لكسب أنصار وأعوان وتقديم الخير للجميع السؤال الثامن تابع عزيزي الطالب قراءة السؤال وتبين الإجابة كما هي موضحة أمامك بارك الله فيه با يصنف هذا النص بحسب وظيفته الرئيس إلى مقال وصفي مقال إقناعي مقال نقاشي مقال تفسيري أحسن هو مقال إقناعي بارك الله فيكم جميعا السؤال التاسع استخدم الكاتب في النص بعض السمات اللغوية والإسلوبية لتحقيق الإقناع والتأثير في المتلقي أذكر إثنتين من السمات الأسلوبية للتأثير والإقناع التي استخدمها الكاتب في النص مستدلا عليهما من ألفاظ النص وتعبيراته واحد الاستشهاد بالأدلة النقلية لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن توظيف الصور التوضيحية المستقبل يقتحم على الحاضر أبوابه بارك الله فيكم جميعا السؤال العاشر حفل النص بمجموعة كبيرة من المصطلحات العصرية دلل على ذلك بمثالين من الفقرة الخامسة في النص الوفاق الثقافي التعددية الثقافية بارك الله فيكم جميعا السؤال الحال عشر حدد صورة بلاغية ونوعها مبينا أثرها في المعنى في العبارتين من الآتيتين إن المستقبل قد صار يقتحم على الحاضر أبوابه موضع الصورة المستقبل يقتحم نوع الصورة استعارة متنية أثرها في المعنى يبين ويوضح سرعة التغيرات والمستجدات باء وهنا يبرز الإسلام نبعا فياضا لهذه القيم والمبادئ موضع الصورة موضع الصورة الإسلام نبعا نوع الصورة تشبيه أثرها في المعنى يبين ويوضح صفاء ونقاء الإسلام وموافقة تعاليمه للفطرة السليمة السؤال الثاني عشر ونتساءل نحن العرب والمسلمين عن دورنا في هذا العالم الجديد حدد من العبارة السابقة ما يأتي اسما مختصا مبينا صورة وعلامة إعرابه الاسم المختص العرب صورة الاسم المختص معرف بأل علامة إعرابه الفتحة الظاهرة السؤال الثالث عشر والأخير بعد قراءة الفقرة الآتية اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي نحن بحاجة إلى حملة تدعو إلى نوع من الوفاق الثقافي وإلى قبول التعددية الثقافية ووفق حملات الإبادة والتصفية الموجهة للثقافة العربية كلمة موجهة اسم فاعل اسم مفعول مصدر ميمي مصدر صريح أحسنت اسم مفعول هي الإجابة الصحيحة كما هي مبينة أمامك عزيز الطالب كلمة التعددية اسم منسوب مصدر صناعي مصدر ميمي مصدر صريح أحسنت بارك الله فيك هي مصدر صناعي وإلى لقاء آخر أستودعكم الله دمتم في حربه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته